يصيب عدد من الفلسطينيين اليوم خلل موجهة مع قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في غزة قصفت مدفعية الاحتلال اليوم ثلاثة مراصد للمقاومة فيما شارك الفلسطينيون في فعاليات الجمعة الخمسة والخمسين من مسيرات العودة وكسر الحصار التي جاءت اليوم نصرة للأسرة في سجون الاحتلال وتنديدا بالانتهاكات التي يتعرضون لها وفي الضفة الغربية قمعت قوات الاحتلال حراك الفلسطينيين في عدد من المدن والقرى بالرصاص والغاز المسير للدموع ما اوقع عدة اصابات بين الفلسطينيين